اقبلت يا رمضان الخير مشرقة ايامك الغر بالآلاء والدعم رمضان 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 الخير يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبة الأكارم فهذه حلقة جديدة من حلقات همسات في أذان الصائمين والصائمات أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين إنه ولي ذلك والقادر عليه كثير مننا في هذه الأيام المباركات وفي هذه الليالي الطيبات له أعمال وله وظائف لا بد أن يقوم بها من الوظائف الدنيوية التي يأخذ عليها أجرا والتي لا بد أن يعملها فتجده يقصر فيها والعذر بالنسبة إليه أنه صائم وهذا في الحقيقة والله ليس بعذر وكما قال القائلون رب عذر أقبح من ذنب الصيام كان ينبغي أن يدفعك إلى أن تتقن عملك أكثر من أي وقت مضى رمضان كان ينبغي أن يؤثر فيك إيجاباً إن كنت من ذي قبل تتهاون في وظيفتك تشتغل ساعتين أو ثلاث ساعات أو أكثر من ذلك بقليل أو أقل ثم تبحث عن أجرة ثمان ساعات هذا والله هو الغش وهو الخداع وهو الظلم الذي ينبغي أن يتنزه عنه المؤمنون والمؤمنات نعم المسلمون على شروطهم لديك شروط معينة وظيفة ببنود معينة بعقد معين لا بد أن تتحلى بالعدل ولا بد أن تكون من هؤلاء الذين ينضبطون بتلك الشروط وبتلك البنود الذي في ذلك العقد الذي أمضوا عليه وعليه قد وقعوا أقول إذن مما ينبغي أن أذكر به نفسي والمشاهدين والمشاهدان أن شهر رمضان فرصة لأن ننضبط في أشغالنا وأن ننضبط في أعمالنا وأن نحتسب فيها الأجر ولا يظن أن نظن أن الصيام سبب للتهاون في تلك الوظائف لا والله بل بالعكس كما ذكر ثم لا يظن أن نظن أن هذه الوظائف وأن هذه الأعمال التي نعملها ونسترزق من خلالها ونتكسب منها أنها لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالعبادة هذا خطأ وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوما جالسين فمر رجل فتعجبوا من جلده وقوته فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فصحح لهم صلى الله عليه وسلم المفهوم فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو كان خرج يسعى على أولاد له صغار كان ذلك في سبيل الله ولو أنه خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين كان ذلك في سبيل الله ولو أنه خرج يسعى على نفسه يعفها من المسألة كان ذلك في سبيل الله ولو أنه خرج يسعى رياء ومفاخرة كان ذلك في سبيل الشيطان هكذا يعلم وهكذا يؤدب وهكذا يربي صلوات الله وسلامه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه أن يتقنه إتقال العمل الذي تؤجر عليه وتتكسب من خلاله هذا من العبادات ومن الطاعات بإذن الله سبحانه وتعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وقد سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المؤمن إذا عمل بهذه الطريقة وبهذه النية الطيبة فإن ذلك في سبيل الله بإذن الله تبارك وتعالى وأقول للبرأة أيضا أنت أنت أختاه إذا كنت في مطبخك واجتهدت في تحضير الطعام والشراب للصائمين والصائمات فأخلص النية لله عز وجل فأنت حين ذاك على خير عظيم واحتسب الأجر وأنت في ذلك المطبخ احتسب الأجر وأنت تعملي رك رح توكل الصائمين وتوكل الصائمات عندك أجر عظيم عند الله طبعا دون مبالغة أنا أقول دون مبالغة لنكيل بعض أخواتنا يبالغنا كثيرا جدا في الاهتمام بالطعام والشراب ولربما أكثر ذلك الطعام والشراب مصيره صندوق القمامة والله تعالى المستعان فالتحذر هذا الأمر وأخلص النية واحتسب الأجر عند رب البرية سبحانه وتعالى في مطبخك وفي عملك وفي شغلك اليومي في المطبخ وفي غير المطبخ وعندك أجر عظيم إن شاء الله عز وجل وأتقني من عملك حفظك الله ويمكنك أيضا أن تجمعي خيرا آخر إلى هذا الخير الذي أنت فيه بحيث وأنت تطبخين وأنت تعملين شغل البيت تستمعين إلى دروس إلى تلاوة القرآن إلى مواعظ نافعة ونحو ذلكم أسأل الله جل وعلا أن يوفقني للإخلاص والصواب وأن يوفقكم للإخلاص والصواب في الأمر كله وأن يوفقنا جميعا لإتقان أعمالنا على الوجه الذي يرضي ربنا وخالقنا ومولانا إنه خير مسؤول والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والدعم رمضان